اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المميزة دائما نذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء صحة وسعادة هذا البرنامج تفتح فيه الهيئة ابوابها لاستقبال ملاحظاتكم وآرائكم وايضا مقترحاتكم لتطوير القطاع الصحي في امارة دبي بشكل نعام وايضا تطوير خدماتنا التي يتم تقديمها في مستشفيات وعيادات ومراكز الهيئة فللتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الرقم 600551414 او عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 كل التحيات مني اليكم محدثكم محمود يوسف العلي وايضا في التنسيق معنا الزميل فيصل بن فارس وفي الاخراج المبدأ دائما عيسى سبيل طبعا اليوم الاحد ومع بداية كل احد يصدر مع صحيفة البيان ملحق البيان الصحي والذي يعني تتعاون فيه الصحيفة مع هيئة الصحة في دبي في الملحق العديد من الاخبار المهمة نبدأها بهذا الخبر محمد بن راشد ندعم صحة دبي لتمكينها من تحديث منشآتها اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الغزراء حاكم دبي رعاه الله حرصه على توفير كل وسائل الدعم لتمكين هيئة الصحة في دبي من المضي قدما في عملية التحديث لمنشآتها وخططها وكادرها الطبي والاداري والاستخدام الامثل للمعدات الطبية وتقنياتها وتوظيفها في خدمة المرضى واسعاد الناس وخلق بيئة صحية مثالية في مدينة دبي وتحقيق رؤيتنا في نشر وترسيخ ثقافة السعادة والفرح والاستقرار النفسي والاجتماعي بين أفراد ومكونات مجتمع دولتنا العزيزة جاء ذلك أعزاء المسمعين لدى زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ليعهد دبي مقر هيئة الصحة في دبي الأسبوع الماضي حيث اطلع سموه على مجمل مسارات العمل والتطوير في الهيئة وحزمة المشاريع الحيوية والدراسات التي تم إعدادها في إطار استراتيجية دبي الشاملة للأعوام 2016-2021 وشاد سموه بجهود فرق العمل في الهيئة ورئيس وعضاء مجلس الإدارة الذين يواصلون العمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مستشفياتها وعياداتها إلى درجات أعلى من الرقي والجودة والكفاءة وأكد سموه أن صحة الإنسان هي الأهم والأغلى وبدونها لا تستقيم الحياة البشرية ولا تنعم بالسعادة وطيب العيش اليوم مستمعينا نحن ما نركز بشكل أكبر على هذه الزيارة وما نتج عن هذه الزيارة والمواضيع التي تم استعراضها لدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي لكن بعد الفاصل إن شاء الله لأن ضيفنا اليوم بيكلمنا عن وايد مواضيع في هذه الخصوص وما نستشرف معاكم مستقبل الصحة في إمارة دبي ويمكن في دولة الإمارات بشكل عام ويمكن في المنطقة ويمكن في العالم كله ما ندري في وايد مواضيع ما نطرحها في هذا الحوار بخبركم نوضيفنا عقوب شوي عموما نروح على مستشفى حتى مختبر لفحص سمع الأطفال في مستشفى حتى ضمن خططها الرامي لتوفير أقصى درجات الرعاية للأطفال قامت هيئة الصحة في دبي بتسجيل مختبر بتتشين مختبر لفحص السمع للأطفال في مستشفى حتى وذلك وفقا لأرقى وأحدث المعايير العالمية طبعا يحظى مستشفى حتى باهتمام خاص في أجندة الهيئة وله أولوية متقدمة في توجهات التطوير لما يقوم به من دور كبير ومهم على المستوى الوقائي والعلاجي إلى جانب دوره المميز في استيعاب الحالات الطارئة والحرجة للعديد من المناطق التي يخدمها بفاها علية ووفق أفضل الممارسات الطبية المعمول بها تهدف الخدمات الإضافية للاستحداثها التي تم استحداثها في مستشفى حتى وتجهيزات المتطورة التي تم توفيرها إلى تخفيف يعني الكثير عن انتقال المرضى والمراجعين من حتى إلى المستشفى الأخرى التابعة للهيئة وهو ما يمثل تحولا نوعيا مهما على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وجمهور المتعاملين بشكل عام من أهالي حتى والمناطق العديدة التي يخدمها المستشفى يعني إن شاء الله يكونوا راضين علينا جماعتنا في حتى وبيكون لهم نصيب من التطوير بعد يمكن نتطرق لهذا الموضوع بعد الفاصل الله العالم ونشوف ضيفنا يومبي بخبركم شا اللي يسوي بالضبط طيب عين اصطناعية آلية ترسل الصور مباشرة إلى الدماغ ابتكر باحثون استراليون عينا اصطناعية تقوم بإرسال الصور مباشرة إلى الدماغ ويقوم أرثر لوري وهو أستاذ في جامعة موناش بتطوير عين اصطناعية آلية حيث ترسل الكاميرا المثبتة على زوج من النظارات معلومات حول العالم إلى الدماغ مباشرة وبالتالي لا تحتاج إلى استخدام الجهاز البصري بالكامل وبالرغم من وجود عمليات لزرع الشبكة شبكة العين حاليا إلا أن ما يميز العيون التي يطورها آرثر لوري هو عدم حاجة المستخدمين للعيون حقيقية لتنشيطها فالنظارات الجديدة لديها القدرة على السماح للشخص بالرؤية حتى في حال تلف مقلة العين بل وحتى من دون وجودها أبدا والله اختراع وتقتضي الخطة زرع ما يصل إلى 11 رقاقة صغيرة تحوي كل منها 43 قطبا كهربائيا في مناطق الدماغ المعنية بالرؤية وعند التقاط صورة بواسطة الكاميرا فأن هذه المناطق تستقبل نبضات والتي ينجم عنها صورة نقطية نقطية يراها الدماغ ثم يتم إرسال هذه الصورة إلى معالج بحجم الجيب يرتديه المستخدم حيث يتم سحب الأجزاء المناسبة من الصورة ثم إرسالها إلى الرقاقات الأمر الذي ينجم عنه صورة بسيطة لديها القدرة على استعادة العناصر الأساسية للرؤية وبالرغم من هذه التقنية بإمكانها إنتاج جزء صغير فقط من البيكسلات التي يمكن للعين العادية إنتاجها إلا أنها وبحسب قول آرثر لوري مجرد البداية للفهم بشكل أعمق كيفية التعامل مع الإدراك البشري ويبقى الأمل في التمكن من فتح جمجمة أحد المرضى ووضع حوالي أربع رقاقات من ذوات الأقطاب الكهربائية في أواخر هذا العام وبهذا يقوم آرثر لوري وفريقه بإعادة البصر تدريجيا إلى المرضى الذين فقدوا طيب يعني حد ممكن يشوف الموضوع هذا مبالغ فيه لكن بأمانة يا جماعة الخير يعني في حوارنا القادم من خلال يعني بعد الفاصل إن شاء الله من صديف معانا الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي ما نتكلم معاه عن التحول الاستراتيجي والنهوض بمنظومة الصحة وتطويرها في إمارة دبي وأيضا ما نحاول نتطرق لبعض المواضيع اللي نتحدث فيها عن مستقبل التقنيات الصحية ما نتكلم عن وايد مواضية يعني بتشوفون هذه الأمور اللي ذكرناها ولا شيء نجد دام الأشياء اللي ممكن نستعرضها مع الدكتور محمد في اللقاء القادم بعد الفاصل إن شاء الله بينضم لنا إلى الاستوديو فاللي عنده أي مشاركة اللي عنده أي استفسار اللي يبغي يتداخل معانا أرقامنا على الرسالة النصية 4006 وعبر الاتصال على الرقم 60055 1414 فاصل وما أرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي للتواصل معنا في هذا البرنامج على الرقم 600551414 وعن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 مستمعين بالعودة إلى الخبر الذي قلناه في بداية هذه الحلقة وهو خبر زيارة صاحب السمو الشيخ محمد براشدال مكتومنا برئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله لهاية الصحة بدبي وكان برفقته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي طبعا خلال هذه الزيارة قلنا أن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد اطلع على مجمل مسارات العمل والتطوير الجارية حاليا وتفصيلا يعني اطلع سموه على الكثير من المبادرات اللي مناخذ تفاصيلها مع ضيفنا في الستوديو دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي هياك الله معانا دكتور الله يحيط يوسف مرحب وسهلا دكتور يعني نحمز ماما شفناك عادة يعني متعودين أن نستضيفك معانا في الحلقة أول بول لكن اللهم لك الحمد كانت الزيارة اللي كانت في الأسبوع الماضي لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد أعطتنا المجال أن نستضيفك اليوم على أساس تحدثنا في البداية بشكل عام يا ترى ما الذي جرى خلال هذه الزيارة شكر لك أبو يوسف استضافت لك لي ونحن ما غبنا عنكم بس كنا شوية مشغولين ونحن نتحت الطالب طال عمرك أي وقت آمربة نحن عندك زيارة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد لهيئة الصحة مع ولي عهده شيخ حمدان زيارة أنا ما بغي أقول تاريخية لأنه نحن متعودين على زيارة قائدنا وما بأقول لك يعني الطاقة الإيجابية اللي نحن حصلها من زيارته هذه بالنسبة لي أنا كنز ولكن الطلاع سيدي صاحب السمو على المشاريع واتخاذ بعض القرارات تحفزنا نحن أننا نحن الحمد لله على طريق يخدم الإمارة ويخدم الدولة بشكل صحيح بشكل متوازن مع المدينة مع الإمارة كلها بحيث أننا نحن اليوم قطاع الصحة يكمل قطاع المواصلات يكمل قطاعات حيوية أخرى فهذا الاطلاع من سيدي صاحب السمو على الاستراتيجية وعلى المشاريع الحيوية اللي قائمة بها هيئة الصحة يطمننا أننا نحن اليوم في خدمة المواطن سعادة المواطن وسعادة الطبيب أيضا وسعادة الموظفين في هيئة الصحة لأن كلهم يكملون بعض وكلهم لا يتجزأ من هذه المنظومة الصحية طيب خلنا أخذ شوية تفاصيل هذه الزيارة في البداية يعني كان هناك أكثر من عرض قبل الاطلاع على المشاريع بشكل تفصيلي يعني شو كانت هذه العروض وشو أهم الأشياء اللي تناولتوها في في البرزنتيشن صح التعبير في العرض كان أول عرض كان عرض لنظام التكاليف الذكي اللي استحدثتها لهيئة العرض هذا استغرق تقريبا دقائق ولكن الفكرة اللي من خلف هذا النظام أن اليوم أنت تقدر تقارن تكلفتك للعلاج للمريض مثل ما تقارنه بالقطاع الخاص التكلفة هناك تكلفة مع دول أخرى بحيث أن نعمل مقارنة معيارية بالتكاليف اليوم هدفنا خدمة المريض هدفنا سعادة المريض ولكن ما ننسى الجوانب الإدارية أصلا مادية على حسب ما تقول دكتور هذا يعطي صاحب القرار يعني الإمكانية للوصول إلى القرار المناسب لإسعاد هذا المريض بالضبط نحن في البيانات نقول هذا الشيء سمونا granularity يعني بدقة يعطيك بيان بدقة عن وضع التكاليف المالية وين سعيدها ولكن ننسى نحن دائما في الأمور الصحية أو المنظومة الصحية دائما نذكر كم صرفت الدول على المنظومة الصحية عندها فهذا اللظام بيبين لك أكثر وأكثر بدقة أكثر وين نحن ماشيين وكيف التكلفة بتجزأ وين صرفناها بالضبط والهدف مش أن نحن ما بنصرف الأكس الصرف موجود والتقليل الصرف فيه هو الكفاءة المالية هذا النظام يعطيكي هذا كان العرض الأول العرض الثاني كان عن الاستراتيجية والتجاهات المستقبلية ما يخفى عليك أخ محمود أن الاستراتيجية تم اطلاقة من قبل سيدي صاحب السمو في شهر واحد هذه السنة فمن شهر واحد إلى شهر تسعة وين وصلنا؟ شو الأداء اللي تم؟ شو الإنجاز اللي تم؟ وين نحن رايحين للمستقبل؟ طبعا من أهم ما عرض في الاستراتيجية هو برنامج قياس الأداء المؤسسي اللي هو اسماه شيخ ثرموميتر وتم الموافقة على هذا الاسم وتم السؤال عن تسمية ثرموميتر من قبل شيخ حمدان محمد ولي العهد ليس أشمدته ثرموميتر وقال دامنا الحرارة مرتفعة معناته الشغل حامي إن شاء الله إن شاء الله برنامج ثرموميتر بيقيس أداء الاستراتيجية عندنا اليوم 96 مشروع استراتيجي في الهيئة طيب كيف بنقيسها؟ شو مؤشرات الأداء اللي متفقين عليها مع أصحاب القرار مع قادة البرامج الاستراتيجية؟ بيعطي مؤشرات حيوية بحيث أن هذا البرنامج أو هذا المعدل للبرنامج القيادي ماشي بطريقة صح أو لا؟ إذا هو ماشي صح ممتاز نكمله وإذا لا طيب شو التعديل اللي بيشتوي علي؟ ممتاز فبيعطينا نظرة آنية لوضع البرامج القيادية والاستراتيجية في الهيئة ممتاز ممتاز طيب الموضوع اللي عقبه كان مو بيديد عليك أنت بيوسف موضوع سلامة ونابض صحيح سلامة ونابض هم مشروعين أطلقهم سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد في شهر الثنين هذه السنة ومن هاك اليوم إلى اليوم بعد ست أو سبع شهور شو الإنجاز اللي حصل؟ في سلامة الحمد لله اليوم نقدر نقول أنه 60% من المشروع تم إنجازه وإن شاء الله مكملين على الخطط الاستراتيجية له بحيث أنها تستكمل هيئة تطبيقها لهذا البرنامج في سنة 2017 طيب قابل لأدخل في هذه التفاصيل دكتور بس يعني نبدأ سريع عشان نسوي يعني نعاش داكرة نعاش داكرة مش أبدأت نعاش داكرة للمستمعين شو هو سلامة وشو هو نابض سلامة العمرك هو برنامج الملف الطبي الإلكتروني لمؤسسات خدمات هيئة صحة بدبي مثل المستشفى راشد والمراكز الصحية اللي تشوفونا والمستشفيات الأخرى عندنا ملف إلكتروني حاليا ولكن سيحدث إلى مشروع اسم مشروع سلامة اللي هو تورد إحدى كبريات الشركات العالمية في الولايات المتحدة إذا هو ما كان من الأفضل خمسة فهو أفضلهم في العالم صحيح وبإذن الله ماشيين في هذا البرنامج شو بيستفيد المريض؟ بيستفيد طريقة كبيرة أنه بياناته بتكون بطريقة موجودة يمكن غير مشبوقة أمام الطبيب اللي يعالجه في مؤسسات خدمات هيئة الصحة بدبي جميل مشروع نابط طالع أمرك هو إذا قلنا مثل مشروع سلامة ولكن لإمارة دبي بحيث أن المريض اليوم اللي يتنقل بين الخدمات الحكومية والخاصة ما يحس بالفرق بين الخدمات الحكومية والخاصة ما يحس بعدم انقطاع الخدمة بين مستشفى حكومي ومستشفى خاص كيف؟ تكون بياناتها موجودة عند الكل عند الكل عن جميع الأطباء طبعا بسيكوريتي خاص بأنظمة خاصة ودقيقة بتكون عن طريق الهوية؟ عن طريق الهوية نعم إحدى معرفات المريض وتكون عن طريق الهوية ومعرفات أخرى ولكن الكنسپeriتي اللي نبانى تبعه إن البيانات هي تتبع المريض وليس العكس البيانات هي التي تتبع المريض وليس المريض هو الذي يتبع البيانات بلضبط طيب أشرح لي شوي خذني عقد عقدة اليوم انت باتي بتعالج عن دكتور محمد لأن بياناتك موجودة عندي انت ما سرت له دكتور محمد لأنه هو الأفضل لا سرت له لأن بياناتك موجودة عندي ممتاز طيب لكن لك الحق انت كمريض ان تروح لأفضل طبيب تشوفه ولأفضل الطبيب أنت تشوف أنه عنده إمكانية علاجك صحيح؟ صحيح لكن مرات تقول لا أنا ما بشير عند الدكتور الثاني بتم من الدكتور محمد لأنه عارف أني لا عند الهيستوري كامل هذا الهيستوري بيكون عند الطبيب الثاني عند الكل بيكون عند الكل بيكون عشان الناس بس ما يخافون من موضوع الخصوصية وإحترام هذه بتكون ضمن سيكوريتي معين ضمن نظام أمني معين لحفظ خصوصية المرضى مشروع جميل وين وصلت فيه دكتور الحين قريبا؟ طينا أمرك الهيوم كونسبت مشروع نابض بإذن الله بيتم تطبيقه بطريقة جدا مبتكرة بشراكة مع القطاع الخاص بإذن الله والحمد لله الحمد لله التقبل موجود واجهتنا تحديات في هذا المشروع اللي هو مشروع تكلفته تكلفة المشروع شفنا من سنغافورة اللي هي أحد الدول اللي طبقتها باحترافية صراحا صراحا وبنجاح شفنا أن موضوع التكلفة لا ما زال موجود طيب اليوم أنا عن طريق شراكة معينة بالقطاع الخاص ممكن أخفض هذه التكلفة تستفيد حكومة بي من هذا المشروع ويستفيد المريض من هذا المشروع ويستفيد الطبيب المعالج بهذا المشروع و حتى القطاع الخاص بعد أكيد أكيد بمية بالمية وتكون له ديمومة معينة بحيث أن تكاليفة المستقبلية يمكن أن نحن اليوم نقدر على تكاليفة اليوم ولكن بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة هذا النظام المفروض يكمل يعني نحن نسميه هذا النظام من المهد إلى اللحد طيب بيانات هائلة لازم نحط لها فورميلة معين بحيث أن ديمومة هذا النظام تتم لأجيال وأجيال ممتاز هذه كانت الأمور استعراضتها عندما استعراضناها نعم وكان بالإضافة إلى ذلك مشروع مجمع راشد الطبي الجديد أنا يعني أنا متحيز إلى مستشفى راشد أنا من موليد مستشفى راشد فأي شيء يخص مستشفى راشد دكتور أنت الله يخليك يعني تسوي عمرك صغير وتقول موليد مستشفى راشد زي ما قلت لطيف لا أنت حتى أيام أظنني بعد مستشفى المجتوب بعد قبل عموة دكتور أنا مأخذ التفاصيل هذه كلها إن شاء الله إن شاء الله بس بوقف مع فاصل قصير مستمعينا وبعدها ما نرجع ما نستكمل العديد من المشاريع وما نتكلم عن الطفرة الجديدة اللي هي 3D أو الطابعات ثلاثية الأبعاد شو تسوي هذه الطابعات في مجال الصحة والطب فبعد الفاصل عندنا حوار جميل جدا نتكلم عن كثير من المواضيع والمشاريع والأمور المستقبلية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا فاصلوا وراجعين صحة وسعادة أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الجميلة والمتألقة والمشرقة دائما معكم وبكم إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي وإن شاء الله بعد يأخذنا منصب يديد بس يكون يعني مسمى مسمى صغير شوية دكتور عموما دكتور أنا دائما لما أتكلم معاك أتخيلت الدامي شي بيانات ومعلومات وكود وماكود وباركود وكذا فعموما أنا قبل لأدخل في هذا المجال أبغي بس نحن توقفنا عند مجمع راشد الطبي من خلال زيارة سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد براشد المكتومنا برئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي يرافقه يعني ولي عهده الكريم فكانت زيارة فيها العديد من المواضيع تحدثنا فيها قبل الفاصل وقفنا عن مجمع راشد الطبي فقلت لي أنت من حاز إلى مستشفى راشد والله تتلمث في مستشفى راشد دقاء مستشفى راشد لا تقول مولود هناك ومولود فعليا في مستشفى لا حول يعني أنا أشوف هذا المشروع يعني إن شاء الله في داما أننا نحن موظفي في هيئة الصحة نشوفه يكبر من وين كان قبل 40 سنة إلى وين بيكون إن شاء الله في المستقبل هذا الصراحة شيء ثلج الصدر المشروع بيخدم مش فقط إمارة تبي بيخدم الدولة بيخدم المنطقة وهو حاليا يخدم المنطقة كلها صحيح لأنه كم استشفى حوادث وإصابات ما شاء الله عليهم الشباب شاد ينحيلهم نوعية العمليات اللي يعملونها في الحوادث وإصابات شيء مش هين مفخر للعالم كله الصراحة وآن الأوان أنه يعني يكون لهم صرح مميز عالمي يخدمهم ويخدم المريض اللي هم يخدمونه ويضمن مستقبل كبير وباهر لتخصات الموجودة وأيضا بيكون في حتى اللي نسميه سوبر سبشالتي بحيث أن اليوم الطبي يتخصص ثم يتخصص أكثر فإن شاء الله هم سمينا مجمع راشد الطبي يعني هذا أكثر من من الساشة بيكون صحيح حسب ما عرض أمام سيد صاحب السمو الشيخ محمد بيكون في جزء للطبابة طب وجزء أيضا إن شاء الله للاستثمار في الطب ما يخفي عليك ويوسف أن اليوم الطب يحتاج استثمار في الأبحاث استثمار في حتى استقطاب المؤتمرات هذه كلها فنوع من الديمومة بيكون في هذا المجمع من حيث الاستثمار ومن حيث أيضا حتى استخدام الأشعة الشمسية في توليد الكهرباء إن شاء الله جميل وأيضا بيضم مجموعة من الثنادق المولات يعني بيكون مشروع كبير إن شاء الله وسياحي بيدعم السياحة العلاجية بشكل كبير والنفسية إن شاء الله السياحة الراحة النفسية للسائحة العلاجية أيضا مطلوبة زين وممتاز وأيضا يعني أنا بأقول لك ليش اليوم الاستثمار بهذه الطريقة وبهذه الزخم المريض اليوم عندنا في دولة الإمارات أو حتى المواطن في دولة الإمارات ما يالسيقارا تطبع عندنا بدولة أخرى يالسيقارا تطبع عندنا بالقطاعات الأخرى في الدولة طيب قطاع الفنادق ما شاء الله شوف وين وصل قطاع المواصلات شوف وين وصل طيب اليوم هو يطالبنا بأن نرفع المستوى لهذه المستويات جميل طيب الحين بدخل على المواضيع اللي يعني بيامانة أنت أفضل واحد ممكن تكلمنا عن هذه المواضيع فخلنا في البداية نتكلم عن تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد هذه التقنية اللي يعني تعرفنا عليها من خلال يعني مبادرات عديدة لسيد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وشفنا يعني عن طريق هذه التقنية وأيضا بدأنا نشوف الاستثمار نحو المستقبل من خلال هذه التقنية عادة نحن نعرف أنها خاصة بالمباني ممكن تبني ممكن تسوي في بيوت تنبنى بهذه الطريقة لكن في القطاع الصحي دكتور المسألة مختلفة تماما خلنا نتعرف عن هذه التقنية في القطاع الصحي وأيضا استعرفتوها بشكل يعني فعلي أمام أمام سيد صاحب السمو نعم صحيح نعم كان في محطة التشكيل أو ميكر ستيشن في هيئة الصحة وما قصر صاحب السمو الشيخ محمد مر على المحطة هذه وتعرف على المنتجات الموجودة اللي تنتجها طابعة والطابعة كانت موجودة أيضا كانت أمام سيدي صاحب السمو شغالة وتطبع الأسنان فسألني صاحب السمو إن شو الفائدة من هذا فاليوم هذا مجسم الأسنان هذا يأخذ لي ممكن سبوع لما نصنعها يدويا الطابعة اللي أمامك سيد صاحب السمو تطبعها فيه ساعتين جميع من سبوع إلى ساعتين وتكلفة يمكن تكاد لا تذكر صحيح زي مقارنة بالأساليب التقليدية واستعرضنا أيضا من خلال نفس الطابعة الجبيرة المطبوعة عن طريق ثلاثية الأبعاد الجبيرة جدا بسيطة أو دعامة المعصم جدا بسيطة وفي شكلها جدا أنيق حتى سيدي ولي العهد خذها من يدي وتم يشوفها يعني إن شكلها كان غريب بحيث أن المريض اليوم يطلع بدل جبيرة لابسها القطعة هاي اللي هي مثل البلاستيك وتلمع وفوها يدها كبيرة كبيرة بحيث أن تشوف أنت يد المريض والجبيرة قبل كانت تتغطي يد المريض بالكامل هذه لا تقدر تشوف من خلالها جميل طيب هذه بالنسبة للأمور اللي استعرضتها لكن عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل عام يا ترى وين المستقبل المستقبل جدا شو عن القلب؟ شو عن الأعضاء الثانية؟ طال عمرك حاليا الطباعة تطبع عن طريق الفيلمنت اللي هو مثل البلاستيك طيب لو تخيلنا أنه شلينا البلاستيك هذا وحطينا بداله خلايا جذعية خلايا ماخوذة من الإنسان تم مثل ما تقول إعطاها إشارة معينة بحيث أنها تستوي بخلايا كلها لنفترض وأنت عن طريق هاي الطابعة طبعت كلها عن طريق هذه الخلايا الجذعية وفق معايير وفق قياسات وفق وفق قياسات أخذتها من المريض المحتاج أوكي طيب هذا مثل اللي يدور عن كلها أو يدور عن شغلة ممكن يزرعه في جسمه كم وقت اختصرت عليه؟ أنت ما اختصرت أنت سويت له شي الصح بالضبط يعني مختصار وقت دكتور على كثير ما هي مطابقة مطابقة 100% عندك مطابقة الوقت اختفى لأنك تدور شخص مطابق له بحيث أنه يتبرع له بالكلية راح فنت سألتنا عن المستقبل المستقبل لما تكلم عنه أنا روحه يعني أنا شوفه بيغير لنا كثير من خلال هاي الطابعات هذه دكتور يعني هل هذه الآن تم ثباتها علميا أنه ممكن يصوى مجرد أبحاث؟ جاري الأبحاث جاري الأبحاث جميل أنت تذكر الخبر اللي قريته في بداية الحلقة دكتور عن العين هذه أنه بيتم زرع الشبكية يعني عين الصناعية ترسل صور مباشرة إلى الدماغ فالواحد لما يقرأ مثل هذه الأخبار يقول يا ربي نحن وين سايرين؟ صحيح شو بيستوي؟ الحين تقول لي بتزرع لي قلب مطبوع يعد عنك يعني إن شاء الله ما تحتاج ولكن المريض المحتاج صراحة يعني أنا محتاج دك سوى قلبي طبعا واحد في هيئة الصحة طبعا قلب جدا يعني أعراضناه كان قلب للطفل في ثقب تحرف القلب للطفل جدا صغير فقدرنا نكبره تقريبا ضرب 15 كبرنا فوضح الثقب في الجراح اليوم لما يطبع هذا القلب قبل ما يدخر العملية يقدر يتدرب بمئات المرات ويوفر وقت على نفسه أوكي يعني هذه حتى ممكن أنتوا يعني تطبعون بعض الأشياء اللي داخل الجسم قبل العملية قبل العملية مثل مثل سكانينغ مثل الأشعة هذه الأشعة بتأخذ بتأخذ يا سيتي يا أمرايا أشعة عادية طيب لما خذت الأشعة هاي حطيتها في برنامج معين طبع لك هذا القلب بنفس الطريقة بس أمامك بالفلمنت أو بالبلاستيك طيب حين لما حطيت القلب نفسه في يد الجراح قبل العملية والقلب فيديه طيب قدر يدخل القايد واير أو قدر يدخل المعدات اللي بيستخدمها قبل العملية ويشرحها لفريقة فهذا يضمن لها نسبة نجاح أعلى أكثر وزائد وقت العملية في إحدى العمليات تم تقليصها من عشر ساعات إلى خمس ساعات النصف نصف نعم والله جميل جميل في شيء بعد تبغي زيده في موضوع الطابعات ثلاثية الأبعاد طبعا أنا جمجمة إلى مريض ما كان رابط الحزام وارتطم راسه بالطابلون الجدام في السيارة شفت الجمجمة شفت الجمجمة ايه هذه اللي قالوا يا تشبهني هذه الجمجمة أيضا وفرت علينا وقت كثير حيث أن الجراح قبل الله يدخل في العملية قاس حجم الكسر في الجمجمة وقدر يختار نوع البليت أو نوع الصفيحة اللي بتعدل الجمجمة فاختصرت عليه دراسة واختصرت عليه وقت واختصرت علينا نحن تكاليف ووفرت على المريض الصراحة وقت تخدير كبير لأن هذا الوقت كثر ما طال كثر ما أنه ما كان في صالح المريض صحيح صحيح طيب دكتور أحيانا ما ننتقل من هذا الموضوع ما نتكلم على موضوع آخر علم الجينات هذه من المواضيع المطروحة حاليا فشو تبغي تخبرنا يعني علم الجينات اللي أحب أقول أنه انتقل من مجرد علم إلى علاج علم الجينات بمعناه أنه أنا اليوم أقدر أدرس محمود لأمامي بطريقة جينية وأشوف شو جيناته طيب شو استفدت؟ وشو استفادت محمود؟ طيب اليوم لدينا شيين شي يسمى صرف إياك أكيد في فائدة لا لا صدق صدق لأني أنا بس أعرف شو جيناتك ما استفدت شيء صحيح بعرفت أنه يمكن في سلالة محمود في نوع مثلا جين يقول لك اللون عسلية في العائلة في مرض بعيد عنكم مثلا معين في العائلة طيب أنا ما استفدت ما علجته صحيح لكن اليوم أنا أقدر أدخل وأغير الجين فيسمونه جين نصراوية ممكن لا يدري دكتور نصراوي يعني متعصف ممكن أنا أعالج الجين بطريقة يسمونه جين ثرابي أو أنا ممكن أن أصنع لك دول يطابق جيناتك يسمونه precision medicine أو الطب الدقيق هذا الطب الدقيق معناته أن البندول اللي أنا أخذه وحبة الدول اللي أنا أخذه غير عن حبة البندول أو الدول اللي أنت بتأخذها في المستقبل حبة الدول اللي بنت بتأخذها عن طريق علم الجينات البيانات الموجودة أمامي بتكون مطابقة لجيناتك أمية بلمية فبالتالي كفاءتها بتكون أمية بلمية مطابقة لجسمك وإذا أنا استخدمتها يمكن ما تطابقني وما تفيدني فاليوم مثل ما أنت تخيط بذل على قياسك نسوي لك دوة يطابق جسمك هذه سعر فتكتور يعني حين باتر الأدوية هذه يعني رح تسوونها في المستشفيات عندنا يعني أجدك مشاعر بيت طابع ثلاثية الأبعاد تطبع أدوية عندك في البيت مطابقة لوصفة الطبيب العطاكية هذا المستقبل في البيت أنا بحط لجي 3D 3D برنتر تطبع لك الدوة اللي تبا أقدر أطبع السيارة منها بعد ممكن والله مجسمات سيارة شفنا لكن سيارة كامل اللي حين ما شفنا لا بس قريبا قريبا لأن على ما هاي الطبعات تكبر في الحجم مثل ما تفضلت في بداية اللقاء نياس تطبع لك بيوته اليوم وتوفر لك وقته فالمسألة مسألة وقت أن تطبع لك سيارة والله يزين يعني إن شاء الله يا رب نتمنى تغير لون السيارة أو كبر السيارة باتر محمود يخسرون المحلات تخسر دكتور يصير الاستثمار في هذا المجال يعني ممكن المحلات كلها تخسر تسكر شوف كل واحد يفتح له محل دي آخر البيت يمكن ما تحتاج أنك أنت تستري يمكن ما تحتاج بيت أصلا يمكن ما تحتاج بيت اللي تشوفها أمامك اليوم يمكن بعد عشر سنوات تختفي لأنك أنت تقدر تعملها وتأخذ التمبليت وتطبعها عندك في البيت باللون اللي تبعه وبالكمية اللي أنت تبعه جميل دكتور يعني علم الجينات هذا اللي أنت ذكرت لنا إياه بشكل عام هل هذا الموضوع هو اللي ياخذنا إلى مفهوم الطب الدقيق؟ هو أحد أساساته أوكي أحد أساساته طبعاً نتم دراسته أيضاً البيئة اللي عايش فيها المريض جسمه وأشياء أخرى بس أحد أساساته هي الجينات الموجودة في جسمه خلنوضح لمستمعين شو يعني مفهوم الطب الدقيق طب الدقيق أني أنا اليوم أعالجك بطريقة ودقة عالية تطابق كفاءة جسمك ممزين؟ أشوف بيانات جيناتك أشوف بيانات البيئة اللي حواليك أشوف بيانات الهيستري أو تاريخك المرضي أو تاريخك حتى النفسي بحيث أني أنا أعمل لك الدواء اللي يناسبك ويمكن ما يكون حبة يمكن تكون غير البيئة اللي أنت فيها يمكن تكون لا غير غذائك غير طبيعة حياتك فهذه كلها اليوم بروسيجن ميدسن متجه إلى هذا المجال أو الطب الدقيق جميل طيب الآن يعني أتذكر دكتور أنت كنت تتحدث يعني عن كثير من الأمور الخاصة بالبيانات وخاصة بالمعلومات وكنت دايما يعني تتحدث عن علم المعلوماتية الصحية على ضوء ما تطرقنا له الآن يا ترى شو هي البيانات اللي وصلنا بما أنك شوي من طلعك بره على المكتب التنظيمي وندخلك على الإدارة الرئيسية اللي هي إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية شو المعلومات الصحية اللي موجودة عندنا حاليا الأرقام المهمة اللي يجب أن نتوقف عندها وأيضا نستشف من خلالها المستقبل القادم في ضوء ما ذكرت من خلال هذا الحوار جميل البيانات اللي عندنا منوعين أول بيانات هي بيانات أساسية ثاني بيانات بيانات تتطلبها إمارة دبي لخطة دبي الاستراتيجية 2021 البيانات الأساسية أحب أطمن الجميع أن الحمد لله نحن بيانات الأساسية جيدة جدا زين الحمد لله نحن كإمارة في دبي مو عندنا أمراض شهرية كبيرة أو أوتبريك لمرض معينة الحمد لله بحفظ من الله سبحانه وتعالى وثم جهود القائمين في الرعاية الصحية والوقاية الصحية الحمد لله كدولة نحن بأمان طيب رقم الثنين هي البيانات التي تتطلبها مننا الإدارة في المجلس التنفيذي لمتطلبات خطة دبي 2021 هذه خطة دبي 2021 خطة جدا طموحة لترفع على الساس أنها ترفع مستوى الإمارة من ألف إلى باء مثل ما يقولون moving the needle up أن نحرك المؤشر طيب هذه البيانات اليوم نحن عندنا ما يقالب 843 مؤشر نستوفيهم بطريقة ربع سنوية نصف سنوية وسنوية وتتطلب جهد صحيح كبير يمكن قبل خمس سنوات كان جهد عظيم اليوم لا الجهد هذا أوتوماتيكي بحيث أن نحن نلبي هذه البيانات وندفع بالإمارة من إلى بحيث أن اليوم نحن إمارة دبي طموحاتها شو طموحاتها تغلب العالم صحيح طموحاتها مش طموحاتها ما تبغي الأساسيات فقط لا تبغي التميز صحيح ما نغلب العالم يعني نحن نتميز عليهم صحيح صحيح نتميز معهم بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله دكتور يعني في شغلك نتكلمني عنها قول البرنامج هي بطاقات الأداء المتوازنة ف شوه هذا المصطلح وما هي هذه البطاقات بطاقات الأداء المتوازن هو قبل عشر سنوات كان شيء جديد جدا واليوم يمكن لا يذكر لكن كانت أحد الوسائل اللي القيادة العليا في حكومة دبي وعلى رأس سيدي صاحب سمو الشيخ محمد قالنا كيف نتابع تقارير الأداء لمؤسسات حكومة دبي اللي هي في تسارع وفي نمو نعم اليوم أعتقد أننا أربعين مؤسسات حكومية في حكومة دبي أو أكثر بين مؤسسة وهيئة طيب صاحب سمو الشيخ محمد يتابع أداءها عن تقارير وعن كثب وعندك المؤشرات الأحمر معنات الشي الأخضر معنات الشي الأصور معنات الشي ولكن هذه البطاقات تعطي صورة من منظور واحد طيب اللي صار قبل الشبو عندنا في هيئة الصحة اللي هي بزيارة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد لهيئة الصحة أنا سميه صحيح التقارير موجودة ولكن هذا اللي هو الإدارة عن كثب الإدارة في الميدان يسمونه management by walking around طيب نحن نتعلم من هالفكر فكر البطاقات الأداء المتوازن تعلمنا منه قبل عشر سنوات واليوم نتكلم عن ونتعلم عن الإدارة عن كثب فهذه كلها تعلمنا صراحة صفتين ويد مهمات من صفات القادر الناجح أنه اليوم تتابع التقارير ممتاز بس بتعطيك منظور واحد منظور ثاني تنزل في الميدان وتشوف الأحوال صحيح ويعني على طاري نزول الميدان نحن نلاحظ دائما مع رئيس مجلس الإدارة مع الحميد القطامي دائما ما يتواجد حقيقة في الميدان في مختلف الأمكان لها زيارات كثيرة للمستشيات والمراكز الصحية في الفترة السابقة يعني هي يبدو أنها متوارثة في إمارة دبي من قبل قائد فذ يعي معنى القيادة ويعي معنى التطوير ويعني من أكثر الأمور حتى حقيقة لما نسافر برا الدكتور أنا استغرب لما نتكلم أنقارن نفسنا مع الدول الدول المفروض أنها متقدمة شوف لا نحن مستوى الخدمات عندنا وائد أعلى الحمد لله وائد أفضل لدرجة أن يسئلون يقولون لنا أنتم يعني شو سبب هذا التميز اللي موجود عنكم أقولهم يا جماعة الخير ترى وائد مسألة بسيطة أن نحن عندنا القيادة العليا استثمرت في الإنسان استثمرت في إنسان هذا البلد وأيضا جعلت هذه الأجواء اللي موجودة عندنا في إمارة دبي بشكل عام أجواء إيجابية دائما الواحد ما يسعى إلى الانتقاد لمجرد الانتقاد لا ولكن يسعى أن يوصل صوته بإيجابية فتلاحظ حتى الكل قاعد يشتغل لن نتحدث عن دبي بس نتحدث عن دولة الإمارات بشكل عام هناك طاقة إيجابية في مختلف الأماكن اللي ممكن تروح لها يعطيكم الألف عافية الله يعافيك ونتمنى لكم التوفيق وأنا بترك لك دكتور دقيقة الأخير أنه كنت يمكن أنا في شي ما ما تطرقت لك الكلمة الأخيرة كلمنا عن الإيجابية بقى لنا حلقة ثانية صراحة صحيح ولكن أثبتت الدراسات أن الشخص الإيجابي هو منتج أكثر من الشخص الغير إيجابي ممعنات أن اليوم ما عندنا تحديات وما عندنا مشاكل لا بالعكس كل دولة وكل إمارة تطمح فيه ما سميها مشاكل وتحديات على كثير ما سميها فرص فرص ما كان يقول يعني ما لها مثيل صحيح ولكن نتكلم أيضا عن المبادرات الطموحة التحديات بتوصلنا لمكان ولكن المبادرات هي اللي بتوصلنا إلى أماكن أفضل طيب لتطبيق هذه المبادرات محتاج شخص إيجابي جدا صحيح ومحتاج أجواء إيجابية بعد دكتور دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي نحن شكرين لك هذا التواجد إن شاء الله يعني تكون ضيف دائم عندنا لأن عندنا كثير من المواضيع لما نتكلم فيها معاك في القادم من الأيام شوف لنا وقتك أدري نسولي نحن تحتمرك بيوسف أي وقت آمر ما تقصر يا دكتور ما تقصر وكل عام أنتم بخير مقدما وانتم سالم وغانم يطوي العمر ونتمنى لكم التوفيق الدائم عموما مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كانت الحلقة اليوم نحن نتحدث فيها عن مستقبل الصحة في إمارة دبي وفي دولة الإمارات وفي العالم ككل تقبل وتحياتي محدثكم محمود يوسف وفي التنسيق كان معنا فيصل بن فارس وفي الإخراج دائما المبدع عيسى سبيل ودشته حين علينا نجاة بعد سويدي حياة الله عموما ما بطول لأنه بطل عين عيسى نشوفكم باتر مستمعين الكرام يا أخي سبحان الله والله ما تحلالي الرمس إلا على آخر البرنامج ما أدري أحس وائد أبغير رمس إن شاء الله عموما أشر على الفاصل يلا نشوفكم باتر إن شاء الله قبل وتحياتنا وفي الختام نقولكم دائما دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي